حرب الرئاسة التي طالت جبهة القوى الاشتراكية بموجب المادة السابعة والأربعون من القانون الداخلي للحزب يعتبرها البعض من كوادره خرقا صارحا للقانون يعينتوا بالإجماع من طرف الهيئة الرئاسية يمز من يمارس كأمين وطني أول بن يبع لفترة انتقالية بثلاثين يوم المادة ذاتها من قانون الأففاس الداخلي سمحت للمكتب الوطني بتعين حكيم بالحصل على رأس الأففاس وبالأغلبية الأسبوع المنصرم أففاس الدالحسين برأسين كما في لعبة كرة القدم لكن الملعب اليوم هو جزائر الحراك أين الكل يتموقع حسب مستجدات الساحة السياسية فيما الأففاس يخوض الحرب للظفر بكرسي الزعيم دون أن يشبهه كان الأففاس مفروض يبقى هذه المدرسة هذه المدرسة التي كانت تنتج الأفكار هذه المدرسة التي كانت تنتج الكوادر للأسف والأسف الشديد أن ذلك المدرسة أتت مجموعة غلقت المدرسة وضيعت المفتاح وضيعت البوصلة السياسية هكذا إذن أصبح الأففاس أعرق الأحزاب الجزائرية المعارضة بعد رحيل مؤسسه فهل سيتحرك الغيورون على الحزب لتحريره من حرب الكراسي؟